لقد قمنا سابقا بشرح لكم طريقة تنزيل الموسيقى المجانية من المكتب الخاصة باليوتيوب إلى الهاتف ولكن في هذا الدرس سوف أقوم بعمل شرح لكيفية عمل مونتاج أو إدراج هذه الموسيقى وكيف تقوم بدمجها مع الفيديوهات أو الصور بواسطة تطبيق إنشوت إذن تقوم بفتح تطبيق إنشوت بشكل عادي يعني تقوم بالتقطع على فيديو ثم تقوم باختيار الفيديو أو الصور لديك فأنا لسا بي المثال سوف أقوم باختيار هذا المقطع أقوم بالتقطع عليه وبعد ذلك أقوم بالتقطع على هذا الخيار وبعد ذلك من هذه الخيارات نقوم بالتقطع على هذا الخيار المكتوب عليه موسيقى وتأكد من هذا الشعار في حالة ما إن كان تطبيق إنشوت باللغة الفرنسية تقوم بتغطى عليه وبعد ذلك تقوم بتغطى على المسارات وتأكد من هذا الشعار ثم تقوم بتغطى على موسيقاي وهو الخيار في الوسط وهناك سوف تظهر معك صيغ الأمبترو فعلى سبيل المثال هذا المقطع يعني بصيغة الأمبترو الذي قمنا بتحميله من من اليوتيوب نقوم بتغطى عليه ثم نقوم بالتغطى على استعمال والآن لقد قمنا يعني بإضافة تلك الموسيقى التي قمنا بتنزيلها من المكتبة الخاصة باليوتيوب فعلى سبيل المثال يعني هذا هو الفيديو الخاص بك تقوم بتغطى على هذا الخيار ثم نقوم بتغطى على تقسيم ونقوم بحذف الجزء الأخير إذن سوف نقوم بتعديل بعض الإعدادات نقوم بتغطى على المقطع الموسيقي وبعد ذلك نقوم بالتغطى على حجم الصوت ويمكنك يعني خفض حجم الصوت حتى يعني إذا كان لديك المقطع الفيديو تتكلم في يعني يمكنك خفض صوت الموسيقى إذن لدينا هذا الخيار لتلاشي الصوت في بداية المقطع كأن الصوت يبدأ يعني بالصعود يعني بالصوت قليل ويبدأ كذلك بالصعود حتى يصل إلى المستوى الخاص به وكذلك يعني لدينا التلاشي هذا فهو الخاص يعني بنهاية يعني المقطع من هذا المكان وسوف يعني يبدأ تلاشي الصوت في نهاية المقطع حتى يختفي وبعد ذلك تقوم بالتغطى على هذا الخيار وبعد ذلك تقوم بالتغطى على هذا الخيار والآن يعني يعني يمكنك الاستماع إلى يعني الفيديو الذي يعني قمت بدمجه وإذا أردت حدف الصوت الخاص بك وتقوم يعني بترك الموسيقى هي الموجودة فقط إذن تقوم بالتغطى على الفيديو ثم تقوم بالتوجه إلى خيار مكتوب عليه حجم الصوت تقوم بالتغطى عليه وبعد ذلك تقوم بإنزال هذا الخيار إلى النهاية حتى يصبح على السفر وبعد ذلك تقوم بالتغطى على هذا الخيار وإذا كان لديك المقطع الفيديو الخاص بك مجزء يعني قمت بتصوير مقطع في البحر وقمت بتصوير مقطع في القطار وقمت بتصوير مقطع في مكان ما يعني ثم قمت بدمجهم بواسطة تطبيق إنشوت يعني يمكنك حدف كل الأصوات على كل تلك الفيديوهات بواسطة هذا الخيار نقوم بالتغطى عليه وبعد ذلك نقوم بالتغطى على تطبيق على الجميع وبعد ذلك تقوم بالتغطى على حفظ لاستخراج المقطع ترجمة نانسي قنقر